في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ضمن مساعي بناء مجتمعات يسودها العدل مع توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائقة وضمان حماية الفقراء والمهمشين تبقى الصورة في العراق على ما هي عليه حيث تنتشر المظالم وتضيق رقعة العدالة لا يقتصر غياب العدالة في العراق على ميدان دون آخر ولعل نظرة سريعة لحال السجون تكشف عن جانب من الظلم الذي يعيشه العراقيون حيث تكتظ الزنازين بكثير من المعتقلين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية أو صدرت بناء على وشايات كاذبة وتهم ملفقة انتزعت تحت التعذيب بينما يموت آخرون منهم بسبب غياب الرعاية الطبية في سجن ناصرية على سبيل المثال حيث يكتظ السجن بالمعتقلين باعتراف وزارة العدل نفسها كل ذلك يجري بينما يبقى الجنات الحقيقيون طلقاء كما هو الحال مع قتلة متظاهري ثورة تشرين الذين يصرحون ويمرحون دون أن تمسهم يد العدالة المتوهمة وهو ما حدا بالنائب سجاد سالم إلى القول إن رصيد العدالة في العراق بات صفرا بعد الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الناشطين غياب العدالة الاجتماعية طغى أيضا على الواقع الاقتصادي حيث تسرق ثروات البلاد وتنهب جهارا نهارا بينما ترتفع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية لا تنفع معها الحلول الترقيعية على غرار تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الذي أعلن عما سمها حملات لتوفير رواتب الحماية للفقراء الذين وصلت نسبتهم إلى ربع سكان العراق بحسب وزارة التخطيط لا سيما بعد تتهور قيمة الدينار أمام الدولار نتيجة الفساد وتهريب العملة إلى الخارج هذا فضلا عن الظلم المركب الذي تعيشه شريحة النازحين الذين دمرت بيوتهم حيث يضطر 71% منهم إلى العيش في بيوت مستأجرة بحسب منظمة تريتش الدولية للإغاثة الإنسانية كما يحرم مليون عراقي من حقهم حتى بالحصول على وثائقهم الثبوتية العدالة في العراق شعار براق يخفي وراءه تفاصيل كثيرة وحقائق دامغة عن حجم الظلم الذي يعيشه العراقيون وهم ينتظرون يوما تتحقق فيه العدالة على أرض الواقع ليكون للاحتفال بهذا اليوم معنا آخر